اشتركوا في القناة تطوير الأدوات في مجال تمكين المرأة سياسيا وتشرعيا وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التدريب هذه المشاركة البرلمانية تكتسب أهمية لأكثر من سبب ربما من أبرزها أن الموضوعات الاقتصادية البرلمانية هي القاسم المشترك اليوم في نشاط البرلمانات وهذه الفعالية تسلط الضوء على كيفية معالجة البرلمانات للتحديات وتداعياتها الاقتصادية أعتقد أن لدينا في مملكة البحرين قصص نجاح عديدة بشأن التغلب على العديد من التحديات من خلال التدابير التشريعية والتعاون بين السلطتين خاصة فيما يتعلق بما يؤثر على الأمن الغذائي أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو ما يرتبط بقطاع التحول للطاقة الخضراء طبعا بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأفضل هذه المشاركة هي جزء من نشاط الدبلوماسية البرلمانية البحرينية التي تكتسب أهمية بسبب توسع نشاطها لتغطي منطقة الخليج وأفريقيا وأوروبا بما يبرز المنجزات الوطنية لتكون نموذج ودليل على طاولة النقاش في المحافل الأقليمية والدولية أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل عليه جميعا هو أن تكون الدبلوماسية البرلمانية بدائرة نشاط أوسع إن كان على المستوى القاري أو العالمي وليكون نشاطنا البرلماني في المحافل الخارجية رديف للجهود الدبلوماسية الوطنية والتي تصب نحو الخير للأوطان من خلال توقيع هذه المذكرة نتطلع لتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من التجارب البرلمانية التي تثري اختصاصنا التشريعي سواء من خلال التعاون في جمع المعلومات أو كيفية المعالجات التشريعية لبعض التحديات المتعلقة بالمرأة وكل هذا ينعكس في إطار العمل المشترك بتحديد الأولويات لدى الجانبين طبعا هذه الاتفاقية هي باكورة اتفاقيات مقبلة سيجري توقيعها مع فرلمانات أخرى في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر